السلام عليكم كذينا بس اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناة جبت لكم اعادية السرديل بصرصة الفلفل هم شوية كتجي كتحمق جديد الجديد جبت لكم في السرديل كي يجي غزال بزاف بصرصة ديلة الفلفل هم شوية كي يجي كي حمق غزال 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 متخيروش لمادق ديالو ستجربوها بعينكم بغمضين ستجربوها في عائلتكم ووليدتكم كي يجي غزال سنبدأ بسم الله سنأخذ نيف الفلفل خضراء وحضر حمراء وجوج المطيشات سنندهنهم هكذا بالزيت ودخلهم في الفضل تقريبا 1-4 ساعة يكونهم شوية سنفصل بزافة بالحرق بزافة بالحرق بصرصة الفلفل هم شويه صعب لان تحرقها بها السرديل كي يجي غزال ما تخيلوش المادق ديلو كيفاش كاي يجي غزال كي يجي غزال كونو على ياقين علي ماشي خانزفاء مي غزال كي يبهر كم بزاف ثم نضع الفلفلاء واتشة ونقشره ثم نضغط في مولينكس وقرق القرافز ثم نضغط سردل ثم نضغط قصبره نحتاجه في نتواب القصبر يحتاج الملحة ان تقوم بفعله معسر او غمز كمز ويقوم بفعلين ونضيف حيث أخبار ونضيف الكمون ونضيف ملحة ونضيف الخل ونضيف الخل أو العصر الحمض ونضيف معلقة تحميره يجب تحميره ونضيف معلقة الصغيرة موضع الموضع سنضغط حمودة جيدة موضع الحوت سنضغط السودان وعرفين السردل اي حوت يبغي الحرور سنضغط واحد ثلاثة الدرسة بمحقوقين اضع القياس على كيلو السردل سنضغط الكل سوف نضيف السردل لتشرمل سوف نضيف السردل تقريبا ربع ساعة حتى يأخذ يشرب السردل سوف نضيف السردل نقسم السردل على جوج سوف نضيف السردل. فنضيف السردل لا تبعلي و نذهب العدد من الخلف كما tougher سوف ت Content فنضيف السردل موسيقى 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 سوف يدخلوا الفضاء 10 دقيق في الطيب سوف يدخلوا الفضاء على درجة 200 إلى 250 سوف ندفق من الزعتر وخوية زيت البلدية و ندخلوا الطيب و بصحة و راحة من بعد أن ترى كيف يأتي الغزال يجب أن يحمق و لا تخيلوا المادة و كيف يأتي رائع يجربوا و سوف يدخلوا الإعجاب اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و شكرا لكم و شكرا على المتابعة و الى فيديو قادم لا تنسوا من القناة